كان فيه مباراة أخرى في الدوري أمبي قدر يفوز على البنك الأهلي بنتيجة كبيرة جداً خمسة واحد يوء النور تقدم للبنك الأهلي رغم التقدم البنك الأهلي في ديئة 26 قدر يتعادل لأمبي في ديئة 7 من الوقت المحتسب بدلا من الضعف في الشوت الأول بعد كده أربع أهداف متتالية لأمبي في الشوت الثاني محمد الناصر سجل الهدف الثاني والثالث لأمبي في ديئة 55 والديئة 74 وبعد كده مصطفى دويديار سجل الرابع في ديئة 89 وأخيراً يوسف لبيب سجل الهدف الخامس في ديئة 97 بص دايماً أنا بالنسبالي البنك الأهلي في الدوري من ساعة مصاعد لغز يعني من أكتر الأندية اللي عندها تدعمية وعندها استقرار إداري وعندها لعبة كويسة وبيجي لها مدربين كويسين وغريباً النتائج بيبقى فيها دايماً حاجة غريبة لغز يعني أي فرقة تقول مثلاً إيه الفرقة دي ما عندهاش إمكانيات فتقعة الفرقة دي مش جايبة مدرب كويس فتقعة الفرقة دي ما عندهاش لعبة كويسة فتقعة الفرقة دي إدارياً مش مستقرة فتقعة لكن البنك الأهلي من المفترض يكون نادي مثالي على بعضه إدارة مستقرة من أول ما صعدت أجهزة فنية محترمة جداً لعبة من أفضل لعبة اللي في مصر بالمراسبة وفيهم لعبة دوليين كمان ترجمة نانسي قنقر